السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس مادة الرياضيات للصف السابع درس اليوم هو استكمال للدرس السادس من الوحدة الثالثة بعنوان حل مسائل الفائدة البسيطة الجزء الثاني سوف نتعلم من خلال درسنا لهذا اليوم إيجاد النسبة المئوية للفائدة البسيطة ومن ثم إيجاد المبلغ الأصلي في مسائل تتضمن الفائدة البسيطة وقبل بدء الدرس هيا بنا نستذكر سويا ما تعلمناه في الدرس السابق فقد تعلمنا أن الإداع الأولي يسمى المبلغ الأصلي وأن الفائدة التي تنطبق على المبلغ الأصلي فقط تسمى الفائدة البسيطة وتعلمنا كذلك أن نسبة الفائدة هي نسبة مئوية تستعمل في حساب الفائدة على المبلغ الأصلي فقط ويمكننا استعمال المعادلة المئوية لإيجاد أي من الفائدة البسيطة أو نسبة الفائدة أو المبلغ الأصلي ولكن عزيزي الطالب هل تتذكر صيغة المعادلة المئوية المستخدمة في الدرس السابق لإيجاد الفائدة البسيطة؟ أحسنت فالمعادلة المئوية المستخدمة في الدرس السابق لإيجاد الفائدة البسيطة هي كما يلي المبلغ الأصلي ضرب نسبة الفائدة يساوي مبلغ الفائدة إذن أطلب منك الآن أن تستعمل هذه المعادلة لتجيب على التدريب التالي أودع عمر مبلغ 3500 كتر ريال في حساب التوفير بنسبة فائدة تساوي 4% عن كل عام أوجد إجمال الفائدة البسيطة بعد أربع سنوات أوقف الفيديو وحاول أن تجيب على هذا السؤال ومن ثم سنتحقق من جميع الإجابات معا بارك الله فيكم يا مبدعين فباستعمال المعادلة المئوية نستطيع أن نجد مبلغ الفائدة في السنة الواحدة لنمثل مبلغ الفائدة بالحرف I أما نسبة الفائدة فتساوي 4% ولنعوض هذه النسبة بالمعادلة المئوية فكما تعلمت سابقا لابد أن نكتبها في صورة كسر عشري ولنصل إلى ذلك نعلم أن النسبة المئوية 4% تكتب في صورة كسر اعتيادي مقامه 100 وعند تحريك الفاصل العشرية منزلتين إلى اليسار نحصل على الكسر العشري أحسنتم 0.04 لنعوضها بعد ذلك في المعادلة أما المبلغ الأصلي فنعلم من السؤال أنه يساوي 3500 وعند ضرب هذين العددين نحصل على مبلغ الفائدة في السنة الواحدة والذي يساوي 140 كتر ريالز ولكن عزيز الطالب تذكر أن السؤال قد طلب مننا إيجاد إجمال الفائدة البسيطة بعد أربع سنوات وليس سنة واحدة ولنجد ذلك سنضرب مبلغ الفائدة الذي حصلنا عليه في العدد 4 لنحصل على مبلغ الفائدة البسيطة بعد أربع سنوات ليكون إجمال الفائدة بعد أربع سنوات يساوي 140 times عدد السنوات 4 فيكون إجمال الفائدة بعد أربع سنوات هو 560 كتر ريالز لنستنتج أن عمر سيحصل خلال أربع سنوات على مبلغ فائدة بسيطة مقداره 560 كتر ريالز وافتحوا الآن عزيز الطلاب كتابكم المدرسي لتتتبعوا معي حل المثال الثاني صفحة 163 بعنوان إيجاد النسبة المئوية للفائدة البسيطة اقترد سلطان مبلغا قدره 3,400 كتر ريالز لشراء دراجة نارية مستعملة ما نسبة الفائدة السنوية على القرض؟ دعوني الآن أطرح عليكم بعض الأسئلة التي ستساعدنا في تحليل هذا السؤال لنستخرج منه المعطيات ونصل إلى المطلوب ولنبدأ بالسؤال الأول ما المبلغ الذي اقترضه سلطان لشراء الدراجة النارية؟ أحسنتم فنعلم من السؤال أن هذا المبلغ يساوي 3,400 كتر ريالز أما السؤال التالي فما مبلغ الفائدة الشهري الذي سيدفعه سلطان عند سحب القرض؟ أجل أحسنتم نلاحظ من الصورة المجاورة أن مبلغ الفائدة الشهري يساوي 8,500 كتر ريالز والسؤال التالي كيف يمكنك إيجاد مبلغ الفائدة الذي سيدفعه سلطان في السنة الواحدة؟ لاحظنا أعزائي الطلاب من الصورة المجاورة أن مبلغ الفائدة الذي سيدفعه سلطان هو 8,500 كتر ريالز كل شهر ويمكننا إيجاد مبلغ الفائدة في سنة كاملة من خلال ضرب مبلغ الفائدة الشهري في عدد شهور السنة 12 شهراً لنحصل على 8.5 times 12 equal 102 كتر ريالز أما السؤال الرابع والأخير فكيف يمكنك استعمال المعادلة المئوية لإيجاد نسبة الفائدة السنوية؟ حسناً سنرى إجابة هذا السؤال من خلال خطوات حل هذا المثال لتكون الخطوة الأولى هي ضرب مبلغ الفائدة في العدد 12 لإيجاد الفائدة في سنة واحدة وقد فعلنا ذلك منذ قليل فلنحصل على ذلك سنضرب مبلغ الفائدة الشهري 8.5 كتر ريالز في عدد شهور السنة 12 شهراً لنحصل على 102 كتر ريالز وهو مبلغ الفائدة في السنة الواحدة لننتقل الآن إلى الخطوة الثانية وهي استعمال المعادلة المئوية لإيجاد نسبة الفائدة لتكون المعادلة المئوية هي مبلغ القرض ضرب نسبة الفائدة يساوي مبلغ الفائدة هذا سؤال جيد فمبلغ القرض هنا يمثل المبلغ الأصلي والذي نعلمه من السؤال يساوي 3400 أما نسبة الفائدة فهي مجهولة ولا نعلمها حتى الآن وسنمثلها بالحرف R أما مبلغ الفائدة السنوي هو الذي حصلنا عليه باستعمال الخطوة الأولى ويساوي 102 كتر ريالز والآن عزائي الطلاب كما تعلمتم سابقاً لنجد قيمة R يمكننا استعمال العملية العكسية لعمليات الضرب وهي عملية القسمة فنقسم طرفي المعادلة على العدد 3400 ففي الطرف الأيمن من المعادلة ناتج قسمة 3400 على العدد 3400 equal 1 وعند ضرب المجهول R بالعدد 1 نحصل على R أما في الطرف الأيسر من هذه المعادلة فيمكننا أن نستعمل الحاسبة لنجد ناتج الكسر 102 over 3400 فنقسم العدد 102 على العدد 3400 فنحصل على الكسر 3 over 100 وعند التحريك الفاصل العشرية منزلتين إلى اليسار نحصل على الجواب ممتاز 0.03 ليكون جواب الكسر 102 over 3400 هو 0.03 وهنا تذكر عزيز الطالب لتمثيل الكسر العشر في صورة نسبة مئوية لابد من ضرب هذا الكسر العشر في العدد 100 ومن ثم إضافة رمز النسبة المئوية لنحصل على الجواب نسبة الفائدة البسيطة لسنة واحدة تمثل 3% جاء الآن دورك عزيز الطالب لتحل سؤال حاول أن تحل صفحة 163 ستقرض شركة أخرى سلطان مبلغا مقداره 4000 كتر ريالز وسيدفع كل شهر مبلغ فائدة قدره 11.88 كتر ريالز ما النسبة المئوية للفائدة السنوية مقربة إلى أقرب جزء من عشرة شكرا لكم على محاولاتكم الرائعة ركزوا معي الآن لنصل إلى الجواب الصحيح معا لنحل هذا السؤال سنبدأ أولا بضرب مبلغ الفائدة في العدد 12 لإيجاد الفائدة في سنة واحدة وقد ساعدنا السؤال وذكر لنا أن مبلغ الفائدة كل شهر يساوي 11.88 كتر ريالز فعند ضرب هذا الكسر العشري بالعدد 12 سنحصل على مبلغ الفائدة السنوي والذي يساوي 142.56 كتر ريالز ولنستكمل الحل دعونا الآن أن نستعمل المعادلة المئوية لإيجاد نسبة الفائدة وهي مبلغ القرض ضرب نسبة الفائدة يساوي مبلغ الفائدة فمبلغ القرض من السؤال نجد أنه يساوي 4000 أما نسبة الفائدة فهي المجهول الذي نبحث عنه ومثلناه بالحرف R ليكون مبلغ الفائدة مساوي لـ 142.56 وكما فعلنا في المثال السابق نستطيع أن نحل هذه المعادلة باستعمال العملية العكسية للضرب فنقسم طرفي المعادلة على العدد المضروب في المجهول R وهو 4000 فنحصل في الطرف الأيمن على R أما في الطرف الأيسر فنستطيع أن نتحقق من جواب هذا الكسر باستعمال الحاسبة فبقسمة 142.56 على العدد 4000 سنجد أن الجواب سيكون الكسر العشري 0.03564 ولا تنسى عزيز الطالب أن السؤال قد طلب منك أن تقرب الجواب إلى أقرب جزء من عشرة فبعد تقريب الجواب لأقرب جزء من عشرة ومن ثم تمثيله في صورة نسبة مئوية بضربه بالعدد 100 وإضافة رمز النسبة المئوية سنجد أن نسبة الفائدة البسيطة لسنة واحدة هي تقريبا 3.6% لنتقل الآن عزيز الطلاب إلى المثال الثالث في نفس الصفحة فتح سالم حساب توفير بفائدة نسبتها 1.5% يقدر سالم أنه بافتراض عدم إضافته إلى الحساب أو سحبه منه سيحصل على مبلغ فائدة قدره 240 كتر ريال بعد عشر سنوات ما المبلغ الذي أودعه سالم عند فتح الحساب؟ لاحظ هنا عزيز الطلاب أن المطلوب هو إيجاد المبلغ الذي أودعه سالم في الحساب أي المبلغ الأصلي بمعلومية كل من نسبة الفائدة ومبلغ الفائدة بعد عشر سنوات لنصل إلى ذلك أجيب أولا على الأسئلة التالية ما المعلومات المعروفة في المسألة؟ وما المعلومات المجهولة؟ أحسنتم نلاحظ أن المعلومات المعروفة هي أولا نسبة الفائدة والتي تساوي 1.5% أما المعلومة الثانية فهي مبلغ الفائدة المكتسبة بعد عشر سنوات ويساوي 240 كتر ريال أما المعلومة المجهولة في هذا السؤال فهي مبلغ الإيداع الأولي أي المبلغ الأصلي أما السؤال الثاني فكيف يمكنك إيجاد مبلغ الفائدة في السنة الواحدة؟ نلاحظ هنا أعزائي الطلاب أن مبلغ الفائدة 240 كتر ريال هو مبلغ الفائدة بعد عشر سنوات ولنجد مبلغ الفائدة في السنة الواحدة لابد من قسمة مبلغ الفائدة الإجمالي الذي سيحصل عليه بعد عشر سنوات وهو 240 على عدد السنوات أما السؤال الثالث فكيف يمكنك إيجاد الإيداع الأولي في حساب التوفير لسالم؟ بكل بساطة عزائي الطلاب يمكننا ذلك باستعمال المعادلة المئوية لأن هذه المعادلة تربط بين مبلغ الفائدة السنوي ونسبة الفائدة ومبلغ الإيداع الأولي في حساب سالم ولنجد ما أودعه سالم سنبدأ أولا بإيجاد مبلغ الفائدة السنوي حيث سيحصل سالم على مبلغ الفائدة 240 بعد عشر سنوات ولنجد مبلغ الفائدة الذي سيحصل عليه بعد كل سنة من هذه السنوات سنقسم العدد 240 على عدد السنوات 10 لنحصل على أجل 24 كاتر ريالز وهو ما يمثل مبلغ الفائدة في السنة الواحدة لننتقل بعد ذلك إلى الخطوة الثانية وهي استعمال المعادلة المئوية لإيجاد مبلغ الإيداع الأولي أو المبلغ الأصلي دي لتكون المعادلة المئوية هي مبلغ الإيداع الأولي ضرب نسبة الفائدة يساوي مبلغ الفائدة فمبلغ الإيداع الأولي هو المجهول الذي نبحث عنه في هذا السؤال ومثلناه بالحرف D أما نسبة الفائدة فهي تساوي 1.5% ولكن هل يمكنك كتابة هذه النسبة في صورة كسر عشري؟ ممتاز فكما تعلمت سابقا هذه النسبة تكتب في صورة كسر اعتيادي مقامه 100 فنحصل على الكسر 1.5 over 100 وعند تحريك الفاصل العشرية منزلتين إلى اليسار سنحصل على الكسر العشر 0.015 أما مبلغ الفائدة فهو الذي حصلنا عليه باستعمال الخطوة الأولى ويساوي 24 ولنحل هذه المعادلة نستعمل كما تعلمنا العملية العكسية لعمليات الضرب وهي القسمة لنقسم طرفي المعادلة على العدد 0.015 فبعد قسمة 0.015 على 0.015 نحصل على 1 وعند ضرب العدد 1 بالمجهول D نحصل على D أما الطرف الأيسر من المعادلة فعند قسمة العدد 24 على الكسر العشري 0.015 سنحصل على الجواب 1600 وهذا يعني أن سالم قد أودع مبلغا مقداره 1600 كتر ريال والآن عزائي الطلاب ركزوا معي في هذا السؤال الهام بعد أن أودع سالم مبلغا مقداره 1600 كتر ريال في حسابه كم سيصبح رصيد سالم في حساب التوفير بعد عشر سنوات وضح إجابتك بارك الله فيكم جميعا لنصل إلى ذلك سنجمع بكل بساطة مبلغ الإداع الأولي الذي حصلنا عليه على مبلغ الفائدة خلال عشر سنوات فمبلغ الإداع الأولي الذي حصلنا عليه هو 1600 ومن السؤال نعلم أن مبلغ الفائدة بعد عشر سنوات يساوي 240 وعند جمع هذين العددين سيكون الجواب أحسنتم 1840 كتر ريال وهذا يعني أنه سيصبح في رصيد سالم بعد عشر سنوات مبلغا مقداره 1840 كتر ريال جاء دوركم الآن يا مبدعين من جديد لتحل سؤال حاول أن تحل صفحة 163 اقترض عامر مبلغا بفائدة بسيطة نسبتها 6% وسيكون قد دفع في نهاية السداد 720 كتر ريال كفائدة بعد ست سنوات ما المبلغ الذي اقترضه عامر ما شاء الله عليكم على هذه الإجابات الرائعة فنبدأ الحل بإيجاد مبلغ الفائدة لسنة واحدة من خلال قسمة مبلغ الفائدة بعد ست سنوات 720 كتر ريال على عدد السنوات 6 فمبلغ الفائدة بعد ست سنوات يساوي 720 كتر ريال وعند قسمته على عدد السنوات 6 سنحصل على مبلغ الفائدة لسنة واحدة والذي يساوي أجل 120 كتر ريال لننتقل الآن إلى الخطوة الثانية ونستعمل المعادلة المئوية لإيجاد مبلغ الإيداع الأولي أو المبلغ الأصلي D فمبلغ الإيداع الأولي هو المجهول الذي نبحث عنه مثلناه بالحرف D أما نسبة الفائدة فتعوض في هذه المعادلة في صورة كسر عشري وهذا الكسر العشري هو 0.06 ليكون مبلغ الفائدة مساول لـ 120 ولحل هذه المعادلة سنقسم طرفي المعادلة على العدد 0.06 فنحصل في الطرف الأيمن على D أما في الطرف الأيسر فنحصل على الكسر 120 over 0.06 ونستطيع هنا أعزائي الطلاب أن نضرب كل من البسط والمقام بالعدد 100 فنحصل على الكسر 12,000 over 6 فيكون جواب هذا الكسر هو ممتاز 2,000 فنستنتج من ذلك أن المبلغ الذي اقترضه هو 2000 كتر ريال وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم وإلى اللقاء بكم في درس جديد آخر من دروس مادة الرياضيات للصف السابع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته